أكد رئيس عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقودة منذ عهد الشيخ زايد النهيان جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد النهيان وثمن الرئيس السيسي خلال اللقاء مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية وزير خارجية دولة الإمارات تأكد الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاسراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة وأشهد وزير الخارجية الإماراتية بالجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية والتي تتعظم فيها تحديات وأضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات التنائية على مختلف الأصعاد خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر وخاصة في قطاعات التاقة والنقل والموانئ والسيحة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد الرئيس السيسي على أهمية وحياوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواله الأمة العربية بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترم